كان النهاردة عيد التجلي في عيد التجلي أصهر قرب له قوته وصاد تلاميذه وإحنا في صيام الست العدر مريم عملت تسبحة جميلة نختار منها كلمة واحدة تتناسب معنا ومع الظروف اللي موجودة دلوقتي في مصر لما بيحصل حاجات زي كده الواحد بيرفع قلبه الربين يقول له انت فين حاجات اللي بنسمعها كده والضرب والقتل والدم والكنايس اللي عمانة تتحرق وتتحدم والبيوت اللي انت فين أين هي قوتك يا رب فإذا انت قوي فلماذا تختفي في وقت الضيق وإذا كنت انت معتني بنا إزاي الناس تموت بالطريقة دي وإذا كنت انت بتحبنا طب لغاية امتى احنا نحس بهذا الحب فالستة العدرة مريم قالت عن ياسوع المسيح انه صنع قوة بزراعه صنع قوة بزراعه وقوة الله قوة ذاتية مش مكتسبة والسيد المسيح قال ليه سلطان ان اضحها وليه سلطان ان اخذها وعظيما هو الرب وعظيمة هي قوته ونيجي في التمثيل بتاعة القيامة نقول القوي الجبار القاهر في الحروب هذا هو ملك المد ويدخل ملك المد لكن ليه إلى العدرة مريم قالت صنع قوة بزراعه هو زراعه ربنا بس اللي في قوة على قد ما يسمح بينا الوقت هنلاقي الكتاب المقدس اتكلم على ان قوة الله في صوته في المزمور يقول كده صوت الرب على المياه اله المجد ارعد صوت الرب بالقوة صوت الرب بجلال عظيم صوت الرب يقضع لهيب النار صوت الرب يرتب الايائل صوت في قوة ايه الايائل عارفينها الغزال زي الصغير الغزال صغير الغزال يمشي في طريق لكن الايائل لا تتنطط من هنا الهنا الهنا فالمزمور يقول ان صوت ربنا القوي يرتب الايائل دي ويتأمل الاباء القدسين ويقول له ممكن الواحد نفسه يكون في عقله وفي تفكيره وفي مشاعره ايائل كتيرة افكار كتيرة مشاعر كتيرة امتى تترتب وتبقى لها رأي واحد وفكر واحد ومشاعر واحدة صوت ربنا يرتب الايائل صوت الرب يقطع لهيب النار شوف يقول في المزمور الراكب على سماء السموات القديمة هو ذا يعطي قوة صوت قوة وقواته في الغمام اله اسرائيل هو المعطي قوة وشدة لشعبه الرب يبارك شعبه ايه بقوة يبارك شعبه بسلام اذا صوت ربنا قوة مش دراعه بس وايه كمان قال صباع ربنا قوة مش الصباع اللي اهنا وكننا اصابع ده كان بيقولها اندي مش الام ده حاجة وده حاجة لكن صوت ربنا قوة ازاي لما جيه شعب بني اسرائيل كان في مصر وربنا باعت موسى الفرعون فكان في عصايا في ايد هارون رماها فتحولت تعبان السحرة كمان جم رموا الحبال طلعت شوية تعابين لكن عصى موسى اكلت التعابين ولما موسى مدي ايده بالعصايا وتحولت المية لدم جم كمان السحرة وحولوا المية لدم ولما جم يعمل المعجزة التالتة او الضربة التالتة بتاعت الضفاضة عمر الضفاضة لكن ما تلاهيتش برا كانت مية في المية جوه شو بقى اللي جاي قال له اضرب التراب اللي موجود في الارض فيطلع نموس يخش كل البيوت ويلدغ الناس فلما جم العرفين يعملوا كده مقدروش شوف العرفين قالوا ايه واراد كذلك العرفون بسحرهم ليخرجوا البعوض فلم يستطيعوا لما جم يعملوا كده مقدروش فقال العرفون لفرعون هذا اصبع الله لان في خلق هذا اصبع الله اذا صوت ربنا قوة اصباعه قوة يقول كده في المصمود اذا ارى سماواتك عمل اصابعك القمر والنجوم انت كوانتها وقوة الرب ايضا في يمين ربنا يقول الامين الرب صنعت قوة قال له اطلق شعبي ليعبدوني فانه ان كنت تأبى ان تطلقهم وكنت تمسكهم بعد فاها يد الرب يد الرب فرق بين الايد والزراع تكون على مواشيك التي على الحقل وباء سقيل ويميز الرب بين مواشي اسرائيل ومواشي المصريين فقوة ربنا اللي في ايده قوة سامية ومميزة مش قوة غاشمة لان قوة ربنا مملوئة بالحكمة وبالقدرة زي الحادثة اللي حصلت مع كنيسة القديسين في اسكندرية وانضربت القنبلة والانفجار ام تلاقي واحد من هنا واحد من هنا والست دي من هنا وده من هنا مش كلهم مميزة مش غاشمة فربنا بناء الناس اللي استعدوا علشان ربنا ما ياخدش الناس فيه بعد الشر فيه يعني شرهم المستعد يا أهلا مش مستعد استنى فهنا يند الرب وقوة الرب مميزة يمين الرب صنعت قوة ومميزة في الوقت في المكان في الأشياء لما ناخد الحاجة ونحطها على الأحداث اللي موجودة في مصر نعرف انه كل أمر تحت السموات وقت نستعجلش واللي بيحصل ده كله ما تخافش لأن ربنا بيرتب الأمور بيرتب الأمور زي ما كان شعب بني إسرائيل بيعند البحر وموسى ضرب المية ومشي فيهم وكل الجيش بتاع فرعون بيجرى وراه والناس تبصوا بيجروا وبيجروا كان فيه ناس فرعب من اللي بيجروا وراهم فرعون وكل مركباته طب يا ربي ما تخلي المركبات دي تتعطل شوية ما تنقل على طول الناس بدل ما يمشوا في البحر تنقلهم كده وقال هل يعصر عليك شيء لازم يمشوا ويشوفوا الناس تعملوا إلى آخره ما وصل لازم النهاردة فرعون وجنوده دولا الشر اللي فيهم لازم يجروا وراه مش يسكتوا ويشوفوا إن ربنا عمل عمل عظيم هم ما ما يعرفوهش فيخافوا ويختشوا على دمهم وعلى دم اللي خلفوهم مش عاوتين يختشوا والتاريخ بيقول كده ما فيش فايدة فيخليهم ينزلوا لغاية الآخر هم ما يعدوا من هنا الشعب بان إسرائيل والمية ترجع على كل فرعون وكل الجيش بتاعه بترتيب ونظام وحكمة وحز يمين الرب صنعت قوة يمين الرب رفعتني فلن أموت بعد بل أحدث بأمان رب ده مش عين ربنا مش يد بنا وإيده لكن عين ربنا عين ربنا فيها قوة ما هو كان قاعد على مكان الجباية مت وبص عليه سيد المسيح له المجد وقال له تعالى اتبعني نظر إليه وقال له فقوة المسيح في عين ترك كل شيء وقام وتابعه عينين ربنا فيها قوة يقول التاريخ إيه إن أبجر ملك الحبشة باعت جواب في أرشاليم وقال وسلم عن سيد المسيح وقال إذا كان النهار ده هم مديقينك وتعبينك واليهود وبيعزبوك تعالى عندي أنا وأنا أحطك في مكان عظيم في المملكة بتاعتي ما كانش فاهم مين هو المسيح ولما المسيح بعت ويعتذر بإسلوب لطيف بعت جواب تاني وقال أنا نفسي أشوفه الوسيقى دي موجودة بمتاح فقالهم اوصفوني إيه هو المسيح فبعتوله وقالوا إن وجهه مستدير والمناخير بتاعته كعالة الرومنيين كأمه ووجهه بغاية الاستواء وشعر كستاني منهدل على كتفيه وأما عينيه فلا يستطيع أحد أن ينظر إليها لأنها كأشعة الشمس عينيه والقوة اللي فيها كأنها أشعة الشمس في حد منه نقدر يوصل الشمس وما ينظر لازم يغمط قوة المسيح أيضا في عينيه وقوة المسيح أيضا تيجي فيه نسمته نسمة مسك آدم ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفس الحياة فالقوة اللي طلعت من ربنا في نسمته وشكده إحنا لما نصدق كل نسمة فلتسبح اسم الرب إلهنا فصار آدم نفسا حيا وإيه كمان هذه النسمة اللي تكلم عنها أيضا الكتاب في سفر دانيال على برشاصر الملك قال له تعظمت على رب السماء فأحضره قدامك آنية بيته وأنت وعظمائك وزوجاتك شاربتم الخمر وسبحت آلهة الفضة والدهب والنحاس والحديث وأما الله الذي بيده نسمتك وله كل طلعك فلم تمجده الصحة وتوتر عمر ليكم يمكن ما فيش حد منكم يعني يندر يشوف المنظر ده لكن لم يكن حد خلاص بيحتضر وحيبتدي وحطت دماغه وبعدين يعمل نسمة اللي أخذها تطلع مرة تانية وخلاص وانتهى اللي أحسس بالله حواليه ومهما قاله انتهت قوة النسمة بتاعة ربنا اللي كانت بتدي في هذا الجسد القوة والحيوية والنشاط والتمييز والإرادة كله كله ده انتهى في النسمة دي فربنا يدينا قوة ان احنا ايه نحتفظ بطهارة النسمة اللي فينا وايه كمان الكلمة ربنا قوة امضى من كل سيف زيح الدين لأن كلمة الله حية وفعالة وامضى من كل سيف زيح الدين خارقة الى مفرق النفس والروح المنفاصل والمخاخ ومميزة في افكار القلب ونياته والكلام اللي ربنا بيقوله هو روح وحياة مش اي كلام ولك اما هو كلام لا كلمة ربنا فيها قوة التنفيذ يعني ليقول ليكن نور يبقى في نور نقول له قوم ويمشي يبقى يقوم ويمشي كلمته فيها قوة التنفيذ السريع مع نطق الكلمة مع الخلق مع الشفاء مع اقامة الميت هي كلمة فيها قوة وعشان كده لما كان السيد المسيحي يتكلم مع الكتب والفرسيين والناس الناس قالوا ايه دا اتكلم كما له سلطان مش كالكتب والفرسيين كلام بتاعه يدخل الى مفادق النفس لان في قوة التنفيذ ليه بقى العذر مريم قالت صنع قوة بزراعه شمان الزراع يعلمون الاباء دي في سفر اشعية بيقول قد شمر الرب عن زراع كدسه امام عيون كل الامم فترى كل اطراف الارض خلاص الى هنا شمر عن زراع كدسه فيرى كل الامم خلاص الى هنا ويقول الاباء ايه زراع الله القوية لما واحد يشمر يعني يكشف فالله كشف قوته في مين اللي اعطانا الخلاص المجاني كشف عن يسوع المسيح الله الذي ظهر في الجسد شمر عن خلاص هذه قوة ربنا مش في الهدم لكن في البناء وقوة ربنا هي في يسوع المسيح الذي اعطانا هذا الخلاص المجاني وطبعا يعني مفيش فرق بين الله وزراعه ممكن تقول انا باكل وانا باكل بايدي الاتنين واحد بس لما تقول انا باكل بايدي اكتر تفصيل لان دي معناها انت بتظهر عمل ربنا في اعضاءك مفيش اظن واحد بياكل برجله لكن ممكن واحد يقول لكن ده بيأكل باني ومش بيأكل باني يعني الاكل بيخش رو يعني بعد الشر يعني عندنا الانسان ده من النهم على الاكل والشرب عمال يبصر هنا وهنا وهنا حتى لو كان في صيام وعاوز يأكل ويعمل وخلاص يعني يأكل ويزيح على اسم المسيح الحكاية ماشية معا تمام يعني لكن يأكل يأكل بإيده وبالنظام عشان كده تلاقي على الصليب ربنا يسوع المسيح مد ايديه بهاتين اليداتين الممدداتين على عود الصليب قدم لنا خلاصا هذا مقداره الساعة ستة في الاكبية بنقول صنعت خلاصا في وسط الارض كلها ايها المسيح الهدي عندما بسط يديك الطهيرتين على عود الصليب ونقول المجد لك يا رب فاذا ظهرت قوة الله في ربنا يسوع المسيح وانت علشان تحس بالقوة دي ارجوك تأمل في الطبيعة شوية وبدل ما نعد نتفرج على التمثليات واجه على القلب اللي في تليفجن واللي على النت ولا كده انزله الى المواقع اللي تتكلم على عجائب الطبيعة والانسان والحيوان والنبات وعشان تشوفوا قد ايه ربنا بيهتم بكل دقيقة من مخلوقاته لان قدرته وقوته طرى بالمصنوعات لما نشوف السماء بالطريقة دي والارض والبحر والطيور على اشكالها والوانها والسمك تلاقي قوة عظيمة لربنا دي تزيد الايمان وتحسس لربنا بيهتم بينا واذا كان بيهتم بالدودة تحت الجبل وتشوف ازاي النهاردة فراخ الجلبان التي تدعوه وانتو عارفين التفسير بتاعها من غير شك ان الانسان يخضع امام عمر ربنا وقوته ايضا قوة الله العظيمة جات من اجل انه يغفر خطايا الانسان يغفر خطايا الانسان المسيح جه علشان كده ما حندش من البشر يقدر يغفر خطايا الانسان ابدا تحت اي وضع وعشان كده لما كان يأمن موجزة ويقول مغفورا لخطايا كان الكتب الفلسين مين ده يقولي اللي بيغفر خطايا ده هو مين هو ربنا كان يقولهم علشان تعرفوا ان الابن الانسان سلطان ان يغفر الخطايا قال للمفلوق قم واحمل سريلك وامشي تأكيد وقصص ومعاملات المسيح السيد له المجد مع الخطا معروفة وقريت عنها كتير موجودة في الكتاب المقدس الذي اعطانا خلاصا هذا مقداره فقوة ربنا مش في الهلاك لا قوة ربنا في الحياة زي الناس يقولك ايه يا خي يطلع مين الانسان ده اللي ربنا ينزل على شن وياخد جسم ويتعذب ويعمل ايه يعني بالمحبة كده طوز فيه زي ما ربنا خلق انسان يخلق مرتان واحد مش هو اللي خلقه ما يخلق واحد تاني كده انتهى البساطة يبقى مين اللي غلب ويه شغل لنا دي ربنا يخلق ادم ام الحو والحية يقع يقع ادم ربنا ياخده ويحرقه يطلع واحد تاني يطلع تقابل مع حو يحرق ويفضل بقى كل شوية ربنا عمال يخلق ناس والشيطان عمال يعمل وياخدهم ويحرقهم ويرميهم ويحرقهم ويرميهم من الذي يهزم الشيطان ولا ربنا ربنا يتحط هنا في موقف انه عاجز على انه يحيي الانسان اللي خلقه لازم يقع في جنبي ويحيي ويرجعه زي مكان لان ربنا القوة بتاعته مش في الهلاك قوة بتاعته في الحياة زي ما يكون انت عندك اي حاجة يعني في البيت وبازت لاي سبب تاخدها ترميها ما انت لسه جايبها طيب نشوف من الاجينت اللي عنده قطع الغزبير بارس وادون لنا تنقلح دي تيجي زي الاول والمصنع هو اللي عمل دي مش اي حد فقوة ربنا للحياة ترجع الانسان كما كان عشان كده ساعة فقات احنا ونيجي اني اعترف عند ابونا وبعدين نقول يا ابونا معلش بقى في ايه 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 انا كذبت وحلفت وشتامت زي المرة اللي فاتت زي ما انا طيب معلش بعد شوية زي ما انا طيب وبعدين لغاية امت زي ما انت تعرف ليه بنرجع الخطيئة مرة تاني يمثل هنا الاباء خروف راح في غيط لقى شوية حشيش قاعد يأكل فيهم لغاية لقى شفي حشيش خالص وراح مكان تاني رجع الحشيش طلع تاني ليه ليه طلع تاني الحشيش ليه رجع التاني الخطيئة ليه حسيت ان انا مش قادر عليها ليه ها لان الجزور الروتس بتاعة الحشيش موجودة داخل في الارض فما نبقاش حششين نحش من برا كده وخلاص وسبين من داخل فيش فايدة اللي عاوز يعيش مع ربنا ويعرف قوة ربنا لخلاصه وشمر عن خلاصه يعمل كده يحفر جوه في قلبه واللي يا رب اذا كان فيه ميل باطل اظهرني وساعدني واويني قوتك للخلاص انت شمرت عن زراعك القوية وانا وانا اقول لك يا رب انا تحت امرك وقلبي فتش فيه وافكاري الرضية ابعدها عني ومشاعر التي لا تليق انت وحدك القادر ان تبدته فيبقى عمل ربنا العظيم في الخلاص ان الشيطان اللي بيغوينا بيحطه عند حده ويرجع لقصة ايوب وانحنا بنصلي في صلاة الساعة التاسع نقول له اللهم ابطل عننا كل قوة المعاند وجميع جنوده الشريرة فالانسان مننا عاوز يحس القوة ربنا من الاول علشان يقدر ما ينزعكش وما يخافش ويضطرب ينضف من جوه الاباء الشهداء والقديسين والقديسات كان كده كانوا كده من جوه نضعف وفيش حاجة تزل الانسان وتخليه مكسور قد عندهم طهرته قد عندهم طهرته طهرت القلب وطهرت الفكر وطهرت الجسد الانسان اللي طهر من جوه دايما مزمور 26 على رب نوري وخلاصي ممن اخاف وانصرتي في وادي ظل الموت لا اخاف تفتكروا الشهداء اللي كانوا كانوا عاشين في الطهارة والنقاوة كانوا متمسكين بربنا الى اخصى درجة لشان كانوا مهمهمش لا القتل ولا التجريح ولا الدم ولا التقطيع لاني شافوا فوق ان قوة ربنا العظيمة شهدوها ورأوها والناس اللي كانوا في الشهداء بيتقطعوا ويحطوهم في الزيت المغلي تاني يوم تاني يوم يلقوهم صحيح النفس والجسد ولكن ده السحر مسيحية فيها سحر وفيها دجل فيها شغل الشيطانة حاجة صغيرة كنت بقى استني واحد في المطار والطيارة اتأخرت فوانا قاعد قلت لما اعدار حاجة لقيت راجل شيخ هو امراته ظهر منتظرين حاجة ف لقيت عمال يبصلي ويمشي بصلي ويمشي بصلي ويمشي وينجه عندي قال لي مساء الخير انا لم اخذ مسلم تلو اهلا وسهلا واضح انك انت لابس زي الجنبية اه جب قال لي انا عاوز اقول لك سؤال تلو الفضل قال احنا عندنا بيت هناك في الظاهر قفلين وبقى له 30 سنة وبعدين كان مهجور واحد من عيلة حيتجوز المهم قصة قال لي نروح ننضفوا البيت فاحنا بعدنا 3-4-6 عشان ننضفوا البيت ولما فعلا بدأوا ينضفوا شوية لو الكراسة تطلع وتعمل وشعب ايه والكراسة تخبط فيهم وشعب ايه واخدوا حتة علقة وصرخوا نزلوا جري بالهدوم بتاعة المسيح مساحوا بيهم يعني والبواب مش عارف ايه والبيت كله عمل دربكة وبعدين الرجل البواب قفل الباب بالعصايا بتاعته وسيبين الباب مفتوح فلما راحوا فالرجالة بتوحهم قالوا ايه قالوا ده ما نفحش نستنى يوم الجمعة بعد ما نصلي ناخد معنا شوية رجالة مزبوطين وناخد معنا الشيخ هو معش على الناس انا معرفش ناخد معنا شيخ اقرالنا هناك فاحنا بقنا ما صلينا رحنا هناك فانا وطلعنا فوق معنا الدماء عدونا والشيخ وبعدين بعد ما صله وشوية اللي اتعامل مع الستات اتعامل معنا ونزل الشيخ جري والعمة بتاعته طارد وانا مش عالف ايه وتقود بهدلنا بهدل لا فيش حاجة فانا عاوز اسألك سؤال لما هو احنا سألنا ايه اللي حصل ده قال ده والعياذ بالله دول شياطين مسيحيين اللي يعرف يخرجهم من رفوا بعض فانا كنت عاوز يعني اقول يعني لحضرتك احنا جنبينا كنيسة لو انا رحت لقلت الواحد زيك كده ييجي يصلي في البيت ممكن يصلي في البيت ولا ما صليش وانت لو ما صليش ليه نيجي يصلي بس انا عاوز اسألك سؤال الشيطان ده كان ملاك ولا هو تخلع الشيطان قال لا ده اذا كان ملك وبعدين انطرد قلت له الملائكة فوق في السماء فيهم مسيحيين وفيهم مسلمين سكت فيهم قال لي مفهمش قلت له ازاي بقى فيه شياطين مسيحيين وشياطين مسلمين قال لي اه دي رحت علي فعلا فشوف التفكير بتاعهم قلت له من هو والاقوى الله والشيطان قال لي طبعا الله رجل 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 خلاص بدأ الله والاقوى يبقى الموضوع محلول قوة الله على عمل الشيطان واعوانه ففي ادينا نعمة كبيرة جدا احنا مش حاسين بيه لا وقت نتأخر فعشان كده محدش يحتاج ان الشيطان اغواني لا يا حبيب انت تقول ان اراتي انا ضعيف لانا ربنا اعطانا السلطان والانسان القوي واراته قوية الله يعمل فيه الكثير تعرف ازاي الواحد اراته تخوى ولك ابعد عن السعالم الصغيرة المفسدة للكروم يعني ايه يعني تكون واخد مع اب اعترافك قانون عن الانقطاع الانقطاع قطاع ايه هو كمان صيام العذرة في انقطاع هو فيه صيام في الكنيسة من غير انقطاع لو ما انقطاع ناش عن الاكل والشرب يبقى الرجيم احسن منه والانقطاع ده بيتفهم مع ابونا علشان يحدد له الوقت المناسب لي فتلاقي مثلا ابونا يقول لما يلاقي طب خليك لغاية الساعة 12 مثلا ايه واحدة تيجي على الساعة 12 الربعة قلاص مش قادر عاوز وشتر مي نسك طب شوية شاي طب حاج سكر خلاص مش قادر وبعدين يجي لك الناحية تانية ياف الريسي يعني خلاص جت على 10 دقايق وربع ساعة يا اخويا كله بعدين ماش هو بالصيام ده بالقلب ام تحل الصيام ولا بس خلي بالك بكرا بقى ان شاء الله بدل ما انت تنقطع لغاية الساعة 12 انقتل لساعة 12 ونص كمان وفعلا تاني يوم ممكن تنقطع لساعة 12 وربع المهم ان كسر لك الطاعة ودخل تعلبة صغيرة انك ماشي على مزاجك مزاجك ساعة لما تحب تفتر تفتر ساعة لما تحب تصوم تصوم والشيطين تلعب بيك ما تقولش ان الشيطان بيكره القداسة قول ان انا بحب الخطية احنا بنحب الخطية مش كرهنها لا مش مش قادر انت مش عاوز لو انت عاوز ولو انت عاوزها ياما الواحد يكون عاوز حاجة وهي غلط ويمشيها اخر نقطة علشان قوة الله محدش يقدر يشتريها بفلوس ولا يشتريها بصوم ولا وصلا ولا بفلوس ولا اي حاجة ايه معنى ان انا معايا فلوس لكن ما فيش قوة الغفران في حياتي ما فيش قوة الغفران في حياتي معايا فلوس قد كده وانسان خاطئ ماشي زي ما انا عاوز ولا كمان تقدر تشتري الغفران من ربنا بالفلوس كون عندك قرشين تيجي لمونة عاوز ادي فلوس للإخوات المسيح يا أخويا توب عن خطيتك في الأول علشان ربنا يقبل فلوسك للعطايا ما ينفاش نقول لهم أنا أدفع ربنا يغفر لي لازم تتحرم الخطيئ ايه فايدة النهاردة لسامح الله واحد في في مركز كبير يعني والناس أهلا وسهلا ومن جوة مفيش ويمكن ربنا موسع عليه في الأرض مديله ويقف يصلى ربنا يقوله يا رب أشكرك كل حاجة تتهاني ويحس إنه بيأخد فلوس أو يعيش مستريح إن ده ربنا راضي عليه ولما يطلع فوق يلاقي الموضوع مختلف تماما ملوش مكان فوق ويقوله رب أنت ظلمتني ويقوله أنا ظلمتك يا بني وما ليه شوفت تكتعام معي في الأرض عندي وإنما طلعت فوق مفيش حاجة وإنما ظلمتك يا بني أنت كنت أمين في شغلك في الأرض تشتغل الصبح وظهر وبلليل عشان تجيب فلوس ولما جبت الفلوس مفيش حاجة فوق مفيش كنز في السوق أنت عملته أنا ما ظلمتكش تعبت في الأرض وأنا جزيتك في الأرض ما أعملتش حاجة في السماء أجزيك إزاي في السماء فالواحد يراجع نفسك لأن يكون فيما هو يظن أن ربنا راضي عليه كل يوم في الكنيسة والنهضة بسلطة العدرة أنا ما سلطتهاش والصيام من الأول وبكون طول الصيامات وفي الآخر بيد الشر عننا ألف شر آه يقول لك إبادوا عني يا ملاعين بيد الشر لا أستو أعرفكم ليس كل من يقول لي يا رب يا رب مش كده يدخل ملكوت السماوات فإحنا هنخاف من إيه فيش حاجة ترعب الإنسان قد الخطيئة لا الضرب ولا الأتل ولا الشتيمة ولا التعيير ولا كل 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 ده كل الآباء القديسين والقدسات احتملوا بكل محمة وكل سرور لأن الضيقات بتقربنا ربنا لكن لما يكون في خطيئة ربنا نجينا ويعفظنا فتبعدني عن ربنا زي ما فيه واحد من الشيوخ وبمسكو واحد قال له انت قاعد يشتم فيه ساكت ويبتسم وبعدين واحد قال له نفس الشخص قال له يا هرطوقي تعالي يا هرطوقي يعني انت انسان مش مؤمن وعملت خرى في التعليم قال له لا أنا مش هرطوقي فاللي حواليه قال له استحملت الشتايم دي كل كل الشتايم دي احتملتها واسكنت وبتدحك ولما جه قال لك يا هرطوقي يعني معناها انت ماشي غلط والتعليم بتاعتك غلط فانت رديت ليه قال له بالأولية طوبة لكم إذا طردوكم معيروكم وقالوا فيكم من كل الشهرين كاذبين لكن لما بقى هرطوقي ما يبقاش ليه مكان في السماء يتحكم عليها زي أريوس ونستور وإلى آخر من الناس الهرطقة اللي ضيعوا الناس بالتفكير والتعليم الغير سليم تعليمك سليم حس كده إن المسيح فينا ليه فضل عليك فضل عليك قلبك من جوة مجغول بيه مشارك بتهفو ليه فيش غيره عشان كده لما الإنسان مننا يضع في قلب وهذه المحمة يحس بالقوة آخر نقطة لما تكون حاسس إنك أنت ضعيف فحين إذن أنا قوي لما تقف تتكلم مع ربنا حس بضعفك حس بضعفك قلوا أنت فين وأنا فين أنا ما سهل شي فالدين هو من عندك هعمل اللي هادر عليه لكن أنت تدي ديني نعمة والنعمة هي اللي تخلي الإنسان يتمتع بخلاص ربنا بس ما ينامش ما ينامش ما يبقاش النهار ده أنزل جري عشان اتأخرت وحطت سيدي في العربية هي بصلي زمير بتاعتي وانا ماشي بالعربية ونام بعد الشر ملعون كل من يعمل عمل من الرب برخاوة تبقاش ناي بقاش ناي مع ربنا تهتم ببيتك ومراتك وولادك وانت نفس الحكاية مع جوزك وولادك فيش حاجة يطلعوا ويغيبوا زي ما هم عاوزين برا البيوت ويرجعوا الساعة ثلاثة واربعة احنا عندنا زفت في مصر زي كده قاعدين على الكمبيوتر وعلى الشاتين وعلى النهار دا اللي انتم عارضين للصبح وبحد الجريان في راجل النهار دا يبقى نايم في البيت وولاده برا وبناته برا ويشربوا شيشة ويسكروا وتقول لنا بحب ربنا ولما تحصل مصيبة تقول لها عامل ايه تيجاري على الكنيسة علشان الكنيسة تحل البلاوي اللي احنا اساس فيها غلطانين قوة ربنا في خلاص الانسان وغفران خطيته وعشان كده نسهل نقول رب راعيا فلا يعوز نشيء وزي ما قلت المزمور الرب نوري وخلاصي من اخاف ولما لقى نفس الديئة اسرع وقلت مزمور النجدة اللهم التفت إلا ما قلت يا رب اسرع عني نعم يا رب احنا النهاردة في هذا المساء المبارك من اقولك مبارك انت يا رب في حياتنا لانك انت الهنا القوي القادر انك انت تنقذنا من كل شر ومن كل خطية ومن كل شيء فيه شر ومرحبا بأي ضيقات وآلام من اجل اسمك من اجل اسمك دانيال ناب العظيم رمو في وسط الاسود والاسود دي افسرها زي من تعاوز وتأمل زي من تعاوز الناس الكلام المشاكل الضيقات وما ادريش عن اللسود والملك الجان القصة معروفة ليكم قاله اله لا اله الذي انت تعبده تسمح تحط خطين ثلاثة وتعمل دايرة كبيرة تعبده دائما دائما مش دانيال اله قوي قادر فلك الحمد احنا العيال وانتك كبير وولادك يا رب اللي في مصر وذي يتعرضوا للضيقات في اي مكان لان مش في مصر في دول كتير نفس الحكاية انت قادر ان تقبل الامهم وتكون لهم سبب اقليل وبركة في السماوات الذي له المجد الدائما الابدن